لا بكرة بكرة خلاص تأكد ما فيش جمهور بكرة دي رؤية أمية ناد الأهلي ساعة بكل كوى أن يكون في موجود جمهور لكن رؤية الأمن وإحنا طبعا بنحترم رؤية الأمن يعني كل الدعوات إن شاء الله لفري ناد الأهلي بكرة أي أن كان يعني سواء حتى لو فيه أعداد بسيطة هتبقى في الأستاذ فهي رسالة إنه إن إحنا ناد الأهلي بيحافظ على يعني الكرم لضيافة الناس اللي موجودة ناد الأهلي مركز في الملعب بس ناد الأهلي ما عندوش سلوك خارج ما عندوش يعني دي دي رسالة مهمة جدا والناد الأهلي زي ما قلت هو مسأل وقضوة في كل شيء يعني البطولات وغير البطولات والتنظيم والسلوك يعني والروح بالنسبة للمباراة بكرة ما فيش شك هي مباراة صعبة ولكن النادي الأهلي المباراة اللي فاتت يعني كان في أحسن حالة ليه يمكن من فترة ظروف اللقاءات المتتالية قبل مباراة الترجي عدد الماتشات اللي ناد الأهلي اللعبها ويمكن احنا في يوم ليلة المباراة الماتش اللي فات كان معنا أحمد سعيد وكلمنا في النقطة دي محمد سعيد كلمنا في النقطة دي ناد الأهلي ضغط جدا جدا في عدد المباراة اللي لعبها كلمنا عن راحة الراحة فرقت الراحة فرقت فرق غير طبيعي فوضح أداء وتنظيم وقوة لعبة النادي الأهلي سواء في النواحة البدنية في الالتحامات في السرعة في الانقدار كاتل لعبة فرقة كاتل لعبة فرقة من الراحة اللي خدوها يعني مثل المسلمين يدى كمس تيام راحة قبل لا لخباك كانوا ست تيام أو ست تيام بعض الناس تخوافت صرايا من بشكل المصابين ايوة فكنا قلنا ان دي هتفرق كتير جدا في أداء النادي الأهلي وفعلا فرقت في كل شيء حالة اللعبة زي ما انتو قلت ما كانش واحد بس الكويس يعني من الماتشاط اللي تقريبا كل ال اه صعيح حيبقى فيه واحد متفوق عن واحد شوية لكن تقريبا ال 11 كانوا كويسين يعني كان الحالة فيه فوآن سيطرة استحواز نواحة دفاعية ممتازة النص الملعب مسايتر السلاسي اللي كان بالعابو حمدي وعمر سلاوي الديانج التلاتة اللي قدام كانوا بيستغلوا الهجمات المرتدة كويس كان فيه تنظيم جيد واداء هايل من الفرقة وربنا توج المجهود اللي عملوه بهدف رائع لمحمد شريف لكن كما تعودنا ان المباراة ديت تعتبر شوت واحد والشوت التاني ان شاء الله بكرة في القاهرة صحيح النادي الاهلي نقدر نقول بإذن الله بإذن الله يعني حط رجل في النهائي قدم أولى ولكن لسا القدم التاني فما فيش شك المباراة هتبقى صعبة لعيبة الترجي عندهم بعض لعيبة المميزين ما فيش شك في كده منهم مثلا محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيس اللي هم سنائي مع فوسيني كلبالي في نصف ملعب الاتنين دولة خطيرين في التكملة الهجومية ويمكن محمد علي بن رمضان جايب لهم خمس تجوان هداف الفريق هداف الفريق وحتى في المباراة الأولى هو تقريبا كان أفضل لاعب في فرقة الترجي عندهم حمد الهوني في الجبهة الشمال اللي عيب كويس رغم أنه أكرم عمل عليه مباراة هيلة عمل عجبها كلها اللي فيها الياس شتي وحمد الهوني عمل مباراة هيلة فهم عندهم بعض القدرات اللي ممكن تقلق ولكن في المقابل النادي الأهلي لو في الحالة الطبيعية بتاعته إن شاء الله زي ما تفوقنا في مباراة الأولى عندنا من القدرات وعندنا يعني من القدرات في الفرقة إنها تقدر إن شاء الله بكرة تحسم مجموعة لقائن للوصول للنهاية والفوز بالبطولة إن شاء الله كابتن شريف يعني وإحنا كنا بتزيع المؤتمر الصحة في دلوقتي المعيني الشعباني قال كلمة مهمة كده من ضمن الكلام يعني قالك كل الاحتمالات بكرة موجودة عايز أخذ رأيك في الكلمة دي وضرب مثل بمباراة بوريزداد مباراة اللي كسبوها في تراجي وكانت في السواني الأخيرة لكن كنا في بداية حلقتنا كنا بنقول وجه رسالتك يعني كان هاشتاج بتاعنا النهاردة لجماهير النادي الأهلي بكرة جمهور النادي الأهلي مش موجود في المدرج لكن كل الدعوات بكرة ان شاء الله جمهور النادي الأهلي الدعوات هتكون موجودة بكرة ليه لعب النادي الأهلي وقلنا وجه رسالتك للاعب النادي الأهلي دعمك لعب النادي الأهلي وكل الرسالة هتيوصل ما شاء الله جات لنا رسال كتير جدا من جمهور النادي الأهلي دعم ومسندة للاعب النادي الأهلي بكرة قبل المباراة المرتاقبة يعني عايز أقول بعض الرسال برضو ومشاركة جمهير النادي الأهلي معنا يهاب بقول عايزينكم تقتلوا لآخر نفس محمد بقول كونوا رجال كما عاهدناكم كونوا على قدر الثقة فرحونا إن شاء الله بكرة لعبة النادي الأهلي تفرح كل جمهور النادي الأهلي يوسف بقول كونوا كما عاهدناكم برضو نفس الرسالة كريم بقول كل الأهلوية بيدعو لكم من نصر كل المئة مليون بكرة الأهلوية بيدعو لجماهير النادي للعيب النادي الأهلي نورة بتقول احنا واسقين فيكم وانتوا كل مرة بتثبتوا انكم قدل الثقة دي التأهل اللي هيبقى من القاهرة بإذن الله إن شاء الله والعشرة تكون في الجزيرة ملك بقول متبك مية وتمانين دقيقة ليصنعوا تاريخ جديد وده اللي احنا متعودين عليه من رجالة الأهلي إن شاء الله الجيل ده يقدر يصنع يعني يصنع تاريخ كبير إنه يوصل للمباراة النهية وياخد البطولة للمرة التانية على التوالي هو ده بتقول أنتم أبطال وقدها وقدود ما فيش حاجة كتير عليكم ما شاء الله فيه رسال كتير جدا ودعم من جمهور آآ النادي الأهلي كابتن شريف كنت بسألك عن معين الشعبان وأبرز ما جاء في طي يعني في كلامه في المؤتمر الصحفي بقول قبل مباراة بكرة كل الاحتمالات موجودة برضو عنده سقة في فرقته آآ عنده حزوز لسه ما زالت موجودة وضرب مثل بمباراة بولزداد اللي صعب بيها لملاقات الأهلي وبعد ما كان خارج البطولة قدر يسجل ويكسب اتنين صفرة ملعب ويلعب رقلات جزاء ويصعد لملاقات الأهلي في آآ آآ قبل النهاية ترجمة نانسي قنقر